تفاصيل أحوال الجوية المتوقعة في المملكة حتى نهاية الأسبوع ونبدأها من الليلة حيث يتسرب الهواء القطبي باتجاه شمال المملكة ويطرأ انخفاض كبيرة على الحرارة شمالا ويكون التقس شديد البرودة فوق المرتفعات وتهتر زخات من الأمطار في إزاء من شمال المملكة لتكون على شكل زخات تلجية أحيانا خاصة في شمال شرق المملكة التقس بارد في بقية المناطق ومعتدل على سواحل البحر الأحمر أما فيما يخص يوم الخميس فتكون الأجواء باردة إلى باردة نسبيا في عموم المنطقة الشمالية والشمالية الغربية وأيضا في المرتفعات الجنوبية بينما يكون التقس دافئا نسبيا في بقية المناطق وطهت الزخات من الأمطار في أجزاء من شمال المملكة وجنوب غرب المملكة لتكون على شكل زخات تلجية فوق المرتفعات الجبلية العالية الشمالية فيما يخص الأجواء غدا ليلا فتكون الأجواء باردة وشديدة البرودة في شمال المملكة وصولا إلى حائل وباردة في باقية المناطق مع احتمال هطول زخات متفرقة من الأمطار في أجزاء محدودة من جنوب غرب المملكة وفي عطلة نهاية الأسبوع متوقع أن يطرأ انخفاض واضح على درجات الحرارة ليطال عاصم الرياض تكون أجواء باردة نسبيا إلى باردة في مختلف المناطق باستثناء المناطق المطلة على البحر الأحمر والسواحل أيضا هناك فرص محدودة للأمطار المحلية في جنوب غرب المملكة وفيما يخص عطلة نهاية الأسبوع ليلا تكون الأجواء باردة بوجه عام بينما تكون شديدة البرودة في أجزاء من شمال المملكة ووصولا إلى حائل نتمنى السلامة للجميع في حال أردتم المزيد من المعلومات يمكنكم زيارة موقع وتطبيق تقصر عرب تمتم في أمان الله